تحية عراقية فأغضعوا لله قاوموا إبليس فيهربوا منكم اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطات وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين يعلمنا الرسول يعقوب أنه نغضع أنفسنا لله بصورة عامة كلمة الخضوع غير محبوبة غير مرغوبة هي دائما بتلمح للخسارة الهزيمة في المعركة الأسر الخسارة أو الاستسلام لخصم أقوى منه بنا يريد أن يعيش حياة الخضوع أغلب الأحيان تستخدم هالكلمة هاي بطريقة سلبية ولهذا تعلمنا أنه ما نغضع ولا نستسلم لكن جزء كبير من عبادتنا وعلان إيماننا بالله هو الخضوع التام إلىه وهذا ردت فعل طبيعي جدا لمحبتنا للرب ليس بدافع الخوف أو الواجب لكن بالمحبة لأنه مكتوب لأنه هو أحبنا أولا خضوعنا للرب محتاج منه ما أعرفته ما تكرر تخضع لواحد وتسلم حياتك إذا ما تعرفه محتاج من عندنا أن نثق به نكون عندنا كلية ثقة وإيمان فيه أعلان أنه هو السيد الأعلى بحياتنا خضوعنا لازم يكون أيضا نابع من القلب من جوه وليس من الأشياء المرئية مو فقط طقوس معينة أو حركات معينة أو عبادة مرئية فقط لكن بتكون من نابع القلب هاليوم أشجعك أنه تسلم حياتك تعطي فعلا كل خضوعك كل حياتك بيدهوة اللي خلقك اللي يحبك اللي يريد إليك بس الخير اللي يريد يقودك في كل خطوة اللي حبك محبة أبلية خلينا نصلي يا رب احنا بنشكرك من أجل عظمتك نشكرك من أجل سلطانك نشكرك يا رب لأن أنت بمحبتك يا رب علمتنا أنه نحبك ساعدنا يا رب أنه فعلا نضع كل حياتنا لشخصك العظيم لأن أنت الوحيد المستحق بإسم المسيح يسوع صلي آمين آمين ربي باركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر